السلام عليكم وحافظة الله وبركاته دراتي احنا في ميتا هوريزين بورك روم ده عبارة عن ايه ده عبارة عن منصات تعليمية الفيسبوك عاملاها بحيس انه ممكن دكتور جامعة يدخل ليش رحل الطلبة ممكن وهكذا تبقى منصة تعليمية طيب هقول له تيك اطور كونتينيو بيقول انت ممكن تزبط للميتينج بتاعك وبقى في صبورة موجودة وانت والطلبة بقى كلكو بتعودوا مع بعض كده تمام بيقول لان انا محتاج تصريح عشان يشوف المايك وقدر يوصل للصور المنصة ممكن نسميها ايه نسميها امر سليم انا محتاج تصريح عشان يشوف المحاجم بيقول لك اقول له كنتانيا بيقول لي اختار افطار ليه افطار بحيس ان انت تتبقى وايف وشايف آآ زمانك في الفصل والدكاتريا وكل واحد يظهر بالشكل بتاعه يعني لو انت عندك اي محاضرة بدل ما تبعت لهم لينك زوم هتبعت لهم اللينك دوت. تمام? ممكن تعمل باقة الافطار لو انت عايز تعدل في شكل بتاعه. تمام? ده الافطار طيب. لا اعمل رجعني ثاني. انت عايز تعمل الاجتماع ممكن تعمله هنا وابقى معك الاصدقاء وهو الحاجات دي كلها وحدي فيك و بيدي المحاضرة. تمام? وممكن روح موصل بالشاشة بتاعتي فابقى شاف الشاشة وقدر ان انا استخدامها عادي خلصة. ويت بورد بقى تبدأ بقى تكتب جيت ستارت. كونت تانيو. اه انا هم تبدأ بقى تكتب زي ما انت عايز وتشرح للناس. تمام? انا عمل بالعكس هوت. تمام? طيب دي في اي لحظة دي هتفدني كتير جدا طبعا. الديسك هوت لو انت عايز تتزبطه البروفايل. اللي حاجة دي كلها تبزعت المايك. الاوفيس بتاعك. ممكن تقول له لا اذا انا عايز مسلا. اه لو بيعايز زي ما عندك هنا دي في المكتبة هتلاقي لو انت عايز ترسم. ممكن تعمل ديجات. حيث لو انت عايز تكتب عليها اي حاجة. اه. confirm. ممنينة بقى تبدأ ان انت بتعمل شاشة كبيرة. تمام? ايجزيت. ان انت قدر تتواصل مع الاخرين من خلال الفيرش والرياليتي وممكن تكون محاضرها بدل ما هتبقى في الجامعة. من خلال الفيرش والرياليتي وكل انا شايفين بعض. تمام? اه. ده اللي انا عايز اعدل في الافاتور. مش عجبني صراحة بالشابه خلص. طيب. على مهم دي من اغسى حسن المنصات الخاصة بالتعليم. يعني احنا ممكن نستخدم ميزيكات الاصطناعية في التعليم. يعني الهدف الاسي بتاعها. كان فيه جامعة كبيرة ودي الجزء التعليم اللي فيها. فممكن بعد كده تدخل تلاقي فيه حاجات محاضرات خاصة بالفيزياء حاجات خاصة بالكيميا حاجات خاصة بكل يعني كل المنصط هيبقى فيها حاجة. تعم? بس كده. هنطلع بعض للغرفة بتاعتنا عشان نشوف المحاضرات. طبعا بديني لينك اشاركوا مع الناس بحيسين ايه من الاصدقاء يكونوا موجودين معنا ان شاء الله. تمام? طيب دي الغرفة وفيه ممكن الناس تيجي. اكسز الفايل كاستام روم ميتنج. هتعب برع ميتك كل الناس هيبعت. ولا كونفرنس ولا مؤتمر ولا بريزينتيشن. مسلا بريزينتيشن. اهو ده ما انت شايف الناس موجودة. ودي صبورة. ابدأ بقى اشرح لهم على الصبورة. اخرى. طيب. طيب. اولو انا ازوا صبورة. اهوات. تمام? دون. بعد كده بص اللي انا برسمه هنا هو اللي هيظهر هناك. ممكن امسح كمان لو انا عايز. ممكن استيك نوت. اللي انا هرسمه هيبدأ يبان على الصبورة لهناك. اهو ممكن تخليها بريك داوين ممكن تغير الشكل اللي احنا موجودين فيه مثلا اه. ما غير شكل القاعة. اهي بالشكل دوت. بتبقى يعني الناس ممتعة اكتر يعني. ام حاجة تكون مبسطين. انا موجود بالديكور هنا هجمت. طيب ان شاء الله نحاول فعلا نعمل محاضرة فيها وان شاء الله تعجبكو بازن الله. شكرا لكم.